لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها بإجماع أهل العلم قال تعالى وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ وَآبَايِهِنَّ وَآبَايِ بِعُولَتِهِنَّ الآية فدل هذا على أن المرأة تمنع من يظهار الزينة وبإجماع أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزين وجهها أمام الرجال الأجانب ولا أثنى ذهابها وإيابها إذا كان الأجانب يطلعون عليها هذا من مواطن الإجماع